ولكن عندنا هنا ملايين بيقولوا للنادي الاهلي 11 راجل في الملعب نشوف الهاشتاج ونشوف مشاركات طبعا جماهير النادي الاهلي عبر تويتر عبر هاشتاج 11 راجل في الملعب الرسالة دي ان شاء الله توصل طبعا احنا دخلنا تريند احنا خمس تريند دلوقتي على تويتر ودي الحقيقة يبين قد تفاعل جمهور النادي الاهلي مع قناته وان شاء الله متذرين على نهاية الحلقة بإذن لنكون تريند رقم واحد للنادي الاهلي طبعا دي دكتورة جيلان علي أحمد بتقول خلصت شوت أول وهتلعب شوت تاني وان سنتيجة القاهرة العب على المكسب وبس برافو صح ده اللي بقول لك 180 دقيقة تلعبت شوت أول فقط في عندنا في السابح عادل بيقول ان شاء الله منصورين رجالة الاهلي انت أدها فعلا لانه الحقيقة هي عايزة رجولة في الملعب مش أكتر من كده كينج حسان بيقول على التاهل نويين والبطولة مكملين والصعود واسقين ده ما فيش غيره يفرح جمهوره الآهلي جمهوره غيره الآهلي دايما يبسط الحزين ده ده شاعر الآهلي قادر يفرحنا بكرة واندام فرحانين 11 رجل في الملعب يمكن اللغة العربية مش بالقوة الكبيرة ولكنه عايز عبر هو عايز يجيب قفلها تمشي معنا وعبر قديه هو بيحب يمكن نبيل المصري كمان بيقول بداية طريق بداية طريق البطولة 11 رجل في الملعب يا رب بتوفيقك صحيح توفيق مهم لمباراة بكرة نور الحاكم بتقول عايزين 11 شنو في الملعب بروح وشخصية الأهلي جميل جدا التعبير فكرة الثقة في الكابتن مهم جدا حسام يحيى بيقول ده آخر يعني تعليق عندنا حسام يحيى بيقول لعيب الأهلي 11 رجل في الملعب متسلحين بإنجاز تاريخي والحصول على الأميرة الصمراء للمرة الحاديثة 10 والثالثة على التوالي إنجاز يليك بشخصية الأهلي والعبي يا رب يا رب يا رب إن شاء الله بكرة يبقى بداية الطريق يمكن حفظ لنا خمس جولات إن شاء الله دي جولة بكرة وبعد كده إن شاء الله يا رب نتخطى هذه الجولة لحل جولتين هيبقى باقي ثلاثة جولة بكرة ودور قبل نهاية جولتين والنهاية لسه حتى هذه اللحظة جولة واحدة يبقى فاضل أربعة أربعة جولات أربعة جولات ثلاثة غير بكرة إن شاء الله ثلاثة غير بكرة إن شاء الله أتمنى إن شاء الله نعدي بس بكرة وبعد كده ننظر إلا بعد ذلك وكلنا ثقة في شناوي واللعبين يمكن يعني الهاشتاج هو الملخص القصة بالتأكيد 11 الراجل في الملعب هي دي يعني عزيمة النادي الآلي وهي دي القاعدة الزهبية للنجوم النادي الآلي هنكمل مع حضراتكم استعراض التويتات ومشاركات حضراتكم ولكن هنطلع فاصل هو تروحوا فيها حتى لسه عندنا أخبار كتير كواليس كتير معاكم ليلة من أجمل لالي يا رب تكون ليلة سعيدة وتستكمل بكرة بإذن الله بصعود إننا دائم نشوفكم بعد الفترة